اشتركوا في القناة محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين العلاقة بين الشمس والقمر علاقة حقيقية تكوينية يرتبط القمر بالشمس ارتباط الاقتداء والتأثر وإذا غابت الشمس ناب عنها القمر في الآثار ومن هنا أهل اللغة يقولون القمر خليفة الشمس تتجلى هذه العلاقة بمصاديق كثيرة منها علاقة النبي والإمام كما بيناه في البحث السابق ومنها علاقة غير الإمام بالإمام ومن المصاديق علاقة السيدة زينب بأمها الصديقة الكبرى فإن فاطمة شمس وزينب قمر تتبعها في الآثار وفي الخصائص وتقوم مقامها ومنها علاقة المسيح بالإمام المهدي عليه السلام في زمن الظهور ينزل المسيح من السماء بعد أن رفعه الباري عز وجل فيجمع سائر النصارى على الأرض ويخطب فيهم ويبين لهم بأنه لم يقتل ولم يمت وإنما رفعه الله عز وجل وادخره نصيرا للمهدي فيسلم على يديه أكثر النصارى ويكونون أنصارا للمهدي عليه السلام هذا مستوى أيضا من العلاقة بين شمس وقمر إذن العلاقة بين الشمس والقمر علاقة منذ أول الخليقة وتستمر إلى زمان الظهور في كل زمان هناك شمس وهناك قمر كلاهما يكونان حج على العباد ويعلمان ويهذبان البشر إذا لاحظنا الروايات والنصوص الشرعية نجد أن النصوص كثيرا ما وصفت النبي والأئمة بهذه الأوصاف بالشموس بالأقمار بالأنجم هذا التوصيف ليس من باب العبارة الأدبية وجمال التعبير وإنما كاشف عن خصائص ومعاني وآثار كثيرة فيها من النصوص ما ورد في دعاء الندبة مثلا يصف النبي والأئمة هذا الدعاء بالشموس الطالعة والأقمار المنيرة يقول أين الخيرة بعد الخيرة أين الشموس الطالعة أين الأقمار المنيرة أين الأنجم الزاهرة أين أعلام الدين وقواعد العلم إذن نلاحظ بأن في هذا الدعاء الشريف يندب الداعي ويسأل عن الشموس الطالعة الشموس بوصفها طالعة مو مجرد شموس مع طلوعها أقمار مع كونها منيرة أنجم مع كونها زاهرة هذا التوصيف الشموس الطالعة الأقمار المنيرة يشير إلى أمرين الأمر الأول أن الأئمة عليهم السلام في كل زمان باقون لا يأتي زمان من الأزمنة يكون خاليا منهم إما في زمان رسول الله وفي زمان الأئمة في كل زمان إذا رحل إمام حل محله إمام فالإمام في كل مكان ينتفعون بالشمس الكوكبية في كل زمان ومكان ينتفعون بالشمس النبوية والشمس العلوية والحسنية والحسينية وإلى آخر الأئمة عليهم السلام ترابط حقيقي تكويني في التأثير أكو بين هذه الشموس والشموس الحقيقية الإلهية بل تأثيرهم عليهم السلام أقوى من التأثير الكوكبي لأن الشمس الكوكبي ربما تحجبها السحب ربما يحجبها الموقع الجغرافي في بعض البلاد الآن أكو في العالم ليلهم يطول شهور وفي بعض البلاد ربما لا يرون الشمس إلا برهة قليلة جدا من الزمن القمر هم هكذا القمر الكوكبي ربما تحجبه الموانع الموانع لكن الشموس والأقمار النبوية هذه لا يحجبها شيء هي حاضرة ملازمة للوجود البشري في كل زمان ومكان وينتفعون بها من هنا ورد أيضا وصفهم في الدعاء يبنى البدور المنيرة هذا الوصف مؤثر هنا البدور المنيرة هذه الصيغة هذه الجملة تدل على الدوام وعلى الاستمرار يبنى السرج المضيئ إذن لا يمر زمان منهم بدر على الأرض لا يضيء وسراج بين أهل الأرض لا يضيء ولا ينير في الزيارة الجامعة إشارة أخص لهذا المعنى يقول عليه السلام وأشرقت الأرض بنوركم هذا نسبة الإشراق ما قال أضاءت ما قال أنارت أشرقت الأرض بنوركم كما أن الشمس تشرق وإذا أشرقت فاضت على الأرض وعلى أهل الأرض بخيرها بنورهم عليهم السلام الأرض تشرق بنورهم إشراق الأرض معناه أن الأرض ببركة وجودهم تعطي خيرها وكنيزها وأعطاءها إلى الناس وإذا صارت الأرض منتجة في الخيرات والبركات وتنعم الناس بآثارها صارت مشرقة الإشراق في كل شيء يكون بحسبه زين إشراق الشمس إشراق مادي آثار الشمس الكوكبية آثار مادية أما الأرض إذا أشرقت بنورهم فيه فيه آثار مادية وبركات وفيه آثار معنوية وبركات معنوية الهدى الدين العلم المعرفة نورانية الأرواح والقلوب هداية العقول إلى الصواب هذا من إشراقهم من نورهم إذا أكو إشراق على هذه الأرض في الجانب المعنوي يعود إليهم كما أن هذه الشمس من الناحية المادية كل ما أكو من فوائد وآثار مادية تعود إلى هذه الشمس كل ما أكو من آثار معنوية تعود إليهم عليهم السلام هم شموس الأرواح والعقول زين هس هذا التأثير لهم هذا يعود إلى ثلاثة وجوه الأهل المعقول هم كل منهم ذهب منح أشرقت الأرض بنوركم بأي نحو يكون الإشراق الاحتمال الأول أن يكونوا هم السبب والباء سببية بنوركم الاحتمال الثاني أنهم الواسطة في ظهور خيرات الأرض الإحتمال الثالث أنه من باب التكريم لشرفكم وكرامتكم على الله عز وجل حيث استضافكم على هذه الأرض أظهر الخيرات والبركات لأجلكم وببركة وجودكم الناس ينتفعون هذه لكل أكو اتجاه وأكو قول والكل صحيح لا مانع ولا تنافية بين هذه الأقوال زين في الزيارة الجامعة الأخرى مو الزيارة المشهورة التي يزار بها كل إمام ورد هذا التعبير السلام على أئمة المؤمنين ثم يقول ورثة الأنبياء وصفوة الأوصياء وشموس الأتقياء وبدور الخلفاء بالنسبة للأتقياء هم شموس بالنسبة للخلفاء هم بدور تعبير في غاية الجلالة والعمق هذا التعبير شموس الأتقياء يكشف عن أن من أراد التقوى وكل متق على هذه الأرض قدوته هم عليه السلام لا توجد تقوى حقيقية كاملة بالمعنى المصطلح للتقوى إلا بالأخذ منهم والاقتداء بهم التقوى التقوى يزعمها الفلاسفة أو يزعمها المتكلمون أو يزعمها العرفاء أو الصوفية وغيرهم من أصحاب الاتجاهات إذا لا ترجع تقواهم إلى آل محمد عليه السلام هي تقوى متوهمة وليست بصحيحة هم شموس الأتقين غيرهم الاقتداء بغيرهم كمن يترك الشمس ويقتدي بالظلم هذه ليست بتقوى هو يتوهم أنها تقوى الذي يقتدي بالصحابة الذي يقتدي بالتابعين الذي يقتدي بكل من يخالف آل محمد عليه السلام في تدينه وفي التزامه الديني يتوهم أنه في تقوى هو ليس شموس الأتقياء هم لا غير بدور الخلفاء هم بين بأن الخلافة الحقيقية والخليفة الحقيقي الذي لا يمكن أن ينكره أحد كما إذا طلع البدر في السماء كل البشر يبصرونه ويعرفونه ويدركونه وينتفعون به فكل خليفة غيرهم هو ليس بخليفة بدور الخلفاء هم أي الخلفاء البدور هذا على توجيه أنه من إضافة الصفة إلى الموصوف شموس الأتقياء يعني الأتقياء الشموس هم لا غير إذن بهذا الجملة الشريفة من الزيارة الأئمة عليه السلام يرسمون المنهج للإنسان أن التدين بهم يكون التقوى بهم تكون الخلافة لهم وبهم تقوم وليس بغيرهم أبدا هذا هو النهج الذي قرروه لذلك وصفوا بالشموس الطالعة والأقمار المنيرة هذه الحقيقة التي وردت في الزيارات تعززها الروايات الكثيرة منها ما رواه الشيخ الطوسي في كتاب الأمالي وغير الشيخ الطوسي في غير كتاب يروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أيها الناس الخطاب للكل مو مختص بالمسلمين أو بالمؤمنين أيها الناس من فقد الشمس فليتمسك بالقمر ومن فقد القمر فليتمسك بالفرقدين فقلنا جابر يقول فقلنا يا رسول الله من الشمس قال أنا فقال إن الله تعالى خلقنا وجعلنا بمنزلة نجوم السماء بمنزلة يعني لتقريب الفكرة وإلا هم أعظم من نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم فأنا الشمس فإذا ذهب بي فتمسك بالقمر قلنا فمن القمر يا رسول الله جابر يقول قال أخي ووصي ووزيري وقاضي ديني وأبو ولدي وخليفتي في أهلي علي بن أبي طالب وصي على محمد وآلي محمد بس الرواية ما اكتفت بالشمس والقمر قال وإذا فقد القمر تمسك بالفرقدين قلنا فمن الفرقدان قال الحسن والحسين في معاني الأخبار أيضا عن جابر بن عبد الله الأنصاري أكو إضافة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اقتدوا بالشمس فإذا غابت الشمس فاقتدوا بالقمر فإذا غاب القمر فاقتدوا بالزهرة الزهرة فإذا غابت الزهرة فاقتدوا بالفرقدين فاقتدوا وما الفرقدان فقال أنا الشمس وعلي القمر والزهرة فاطمة والفرقدان والفرقدان الحسن والحسين بهذه بهذه الرواية رسول الله أثبت حقيقة في غاية الأهمية أن فاطمة عليه السلام لا تختلف عن رسول الله وعن أمير المؤمنين وعن سائر الأهم بشيء إلا بعض الموارد الخاصة إذا غاب رسول الله اقتدوا بالقمر والقمر علي فإذا غاب علي اقتدوا بفاطمة قبل الحسن والحسين إذن ما ثبت لرسول الله ولأمير المؤمنين من الخصائص يثبت كله لفاطمة إلا ما خرج بدليل خاص كالإمامة وإلا الآصل هو التطابق في الخصائص وفي الآثار في خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله إضافة أخرى قال معاشر الناس لاحظوا الخطاب سبعد نحن نجي نبين هنا شنو أثر خطاب معاشر الناس هذا لا خصوصية فيه للمسلم ولا خصوصية فيه للمؤمن لكل الناس في خطبة النبي صلى الله عليه وآله معاشر الناس من افتقد الشمس فليتمسك بالقمر ومن افتقد القمر فليتمسك بالفرقدين فإذا فإذا فقدتم الفرقدين لتبقون حيارا تبقون فايهين ما تدرون وين تروحهم فتمسك فتمسك هم مهدي مهديهم إذا تلاحظون النبي صلى الله عليه وآله منذ وجوده المبارك كان يبشر بهذه الدلائل وبهذه الحقائق التشبيه بينهم وبين الشموس والأقمار والنجوم سابقا بينا أن هذا إمام بلحاظ التوسع في مفهوم الشمس والقمر وإما بملاحظة التطابق في الأثر وبهذا يرتبط التفسير بالتأويل ويصير المعنى حقيقي وليس بمجازي على ما قررنا في البحث السادق لعل البعض يسأل يقول خب هاي المحاولة التي أنتم صنعتمها في الربط بين التفسير والتأويل أكو دليل عليها نعم أكو دليل عليها في بعض الروايات الشريفة الأئمة الأطهار عليهم السلام طبقوا هذه القاعدة مثلاً ورد في تفسير قوله تعالى في أهل الكهف إذ أول فتية إلى الكهف في معنى هذه الآية ورد في رواية سليمان بن جعفر النهدي قال جعفر بن محمد عليه السلام يا سليمان من الفتاة الآية تقول إذ أول فتية إلى الكهف الفتية جمع فتاة من الفتاة قال قلت جعلت في ذاك الفتاة عندنا الشاب وإحنا في الاستعمال العرفي نطلق لفظ الفتاة على الشاب أما إذا الشخص كان قبل مرحلة الشباب من سمي فتاة وإذا تعد مرحلة الشباب من سمي فتاة إذن الفتاة هو الشاب عندنا سليمان يقول للإمام الصادق قال لي أما علمته شوف المفهوم اللي الإمام راح يبينه وسيبين شنو وجه الترابط أما علمته أن أصحاب الكهف كانوا كلهم كهولا ما كان بهم واحد أبو ثمنطعش سنة وسبوطعش سنة كهول كهول يعني حوالي أربعين سنة عمارهم فسماهم الله فتية بإيمانهم ثم يعطي الإظام هذه النتيجة يا سليمان من آمن بالله والتقى هو الفتى الفتى شنو صفاته التوثب النشاط الحركة مهيش الشاب هذه صفته القوة والنشاط اللي يتمتع الإنسان اتقي قوته ونشاطه أعظم من الشاب أعظم من مئات من الشباب أعظم من آلاف من الشباب المتقي الشاب نشاطه ببدنه والتقي نشاطه بروحه التقي في كل لحظة من لحظات عمره وحياته هو يجاهد نفسه ويجاهد شيطانه ويحارب لأجلع تقوى إذا نريد أن نقارن بين شباب البدن وشباب الروح أكو قياس قياس ما أكو شكادي يريد يكون الشاب عند في بدنه طاقة ونشاط النتيجة هم يتعب هم يمل هم يمرض هم يكسل بس بس شباب الروح الذي يتميز به الأتقياء من الناس هذا لا يمل ولا يكل في حرب دائمة في جهاد دائم لذلك الإمام لاحظوا الترابط يربط بين الفتى الشاب ببدنه وبين التقي بروحه كلاهما فتى بس واحد في البدن والثاني في الروح هذا على قول الأصوليين نوع من الحكومة في الموضوع توسعة توسعة في مفهوم الفتى يعطيه إما باللحاظ التوسعة في المفهوم أو باللحاظ الاشتراك في الأثر أكو رواية ثانية أيضا رواية علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام أيضا بهذا المعنى ومن هنا هذه الكلمة أقولها لأهل الفضل ومن هنا يعرف بأن المفسرين الذين يفسرون الآيات أو يفسرون الروايات يفسرون الآيات بالروايات يقولون هذا من باب المصداق عادة هكذا يعبرون يقولون يقولون هو تفسير بالمصداق واضح أن التفسير بالمصداق يحتاج إلى ظابطه ليس تفسير بالمصداق بلا ظابطه شنو هي الظابطة إما التوسعة في المفهوم أو الاشتراك في الأثر تعزز هذه القضية رواية سدير الصيرفي هذه الرواية فيها دلائل لطيفة سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر حديث بلغني عن الحسن البصري فإن كان حقا هذا الذي بلغني عن الحسن فإن لله وإن إليه راجع يعني فرد مصيبة الصير على منه على سدير الصيرفي ليش لأنه كان صيرفيا نتعامل بالفلو صرف صيرا فالإمام الباقر من شافس ترجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون قال وما هو قلت بلغني أن الحسن كان يقول لو غلى دماغه من حر الشمس يعني دماغ الحسن البصري لو غلى من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي يعني لنفرض بيت الصراف موجود في مكان وأكو ظل بهذا الجدار ماله أو محله أو محل عمله الحسن البصري هي يقول إذا كان هالشكل أنا ما استظل حتى بظل الصيرفي ليش يعني الصيرفي متهم بالربا متهم بهذا فهو يريد يبين شدة تقواه في هذه القضية قبل شوية شنو قلني تقواه بلا آل محمد ليست بتغل حسن شوفون النتيجة أضاف مو بس هذا إذا غلى دماغه من حر الشمس ما استظل بحائط صيرفي ولو تفرثت كبده يعني تفرقت تمزقت كبده عطشا لم يستسق من دار صيرفي ماء ظاهر هذا الصيرفي المسكين فر الجناية لا تقوم لها السماء والأرض مرتكب سدير ليش استرجع سدير صيرفي لأنه لقب صيرفي لأنه قال وهو عملي وتجارتي أنا ما اشتغل بالصيرفة إذا هذا يصح كلامنا فأنا في مصيبة أضمى وعليه يعني على الصيرفة نبت لحمي ودمي ومنه حجتي وعمرتي أموال الصيرفة قال فجلس عليه السلام يبدو بأن الإمام كان مثلا مستريح أو متك فجلس ثم قال كذب الحسن خذ سواء وأعطي سواء لا تأخذ زيادة وربا اعطي بالعدل اخذ بالسواء بالتساوي واعطي بالتساوي يعني بلا ربا وإذا حضرت الصلاة فدع ما بيدك وانهض إلى الصلاة يبدو هذه كانت مشكلة وهي فعلا مشكلة عند بعض الصيار فلأن بالدقائق والثواني عملهم تجي الصلاة سيقوم وصلي وعش ويقوم وصلي وإذا وقت الفضيلة بعض الوقت يفوت كل الوقت يفوت مو بس الصيار فأكو أعمالا من القبيل أما علمت أن أصحاب الكهف كانوا صيار مع أن القرآن الكريم شنو خلدهم في القرآن وأشاد بهم وقالهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا فالإمام الباقر يقول لك لا تحزن لكونك سيرفي أنت تعامل مع الناس بالصحيح والتزم بأوقات صلاتك ما عليك شيء أصحاب الكهف كانوا صيارفة زين شنو المتبادر إلى الأذهان أصحاب الكهف كانوا صيارفة يعني صرافين مال فلوس بس هنا الصيارفة لا يراد بها صيارفة المال صيارفة الكلام الصيارفة في شنو شغلة ينقد المال نقد الشبير يحول إلى عمال صغير والمخشوش يميز من غير المخشوش والوسخ يميز عن النظيف يسموه ناقد يعني يفحص ويتحرك بدقة إذا صار المتكلم والمتحدث نقاد في الكلام يميز الصحيح من السقيم يميز الحق من الباطل أيضا يسموه صيارفة فنلاحظ أن الإمام صلوات الله عليه أطلق عنوان الصيارفة على أهل الكهف مع أن الصيارفة قسمان صيارفة المال وصيرفة الكلام شنو وجه هذا الإطلاق إما التوسع في مفهوم الصيرفة أو الاشتراك في الأثر وهو النقد في الكلام إذن هذه القاعدة التي نقولها هي ليست بقضية خالية من الدليل والشاهد وإنما عليها شاهد من الروايات الواردة عن الإم عليه السلام زين بذلك يتضح من قوله تبارك وتعالى والقمر إذا تلاها القمر الكوكبي يتلو الشمس الكوكبي والقمر البشري يتلو الشمس البشرية في كل زمان في كل مكان لكن هذا الثاني أعظم وأكبر من الشمس والقمر الكوكبي ليش من الصعب جدا أن تجد شخصين يتطابقان في كل شيء أخوة اثنين ما يتطابقون في كل شيء الأب والابن ما يتطابقان في كل شيء الأم والبنت لا يتطابقان في كل شيء صعب جدا لأن الإنسان عنده إرادة والأذواق مختلفة الأفكار مختلفة الرغبات الإرادات صعب أن تجد شخصا يطابق شخصا آخر بكل ما له من مزايا ومن صفات لكن بين النبي والإمام هذا التطابق تام وهذا واحدة من الإعجاز هذه أن شخصين يختلفان هذا شخص وهذا شخص ولكل لهما إرادة وله اختيار ولا يختلف الإمام عن النبي قيد شهرا ولا يختلف الإمام التالي للإمام السابق عن الإمام السابق قيد شهرا هذا التطابق التام في تبعية القمر للشمس كما أن الشمس والقمر الكوكبيين لا يختلفان في المسير وفي الاقتداء في البشر هم شكل بس بشكل أعظم لأن الإرادة والاختيار والرغبة بين البشر مختلفة كيف يتطابق الإمام مع النبي ويتطابق إمام مع إمام كل ما لاحظنا التطابق كان هذا من الإعجاز أن يتحقق هذا الشيء هذا التطابق التام بين شخصيتين ينوم أن تطابق الأرواح والنفوس هما في الأبدان شخصا ولكن في الأرواح واحد لذلك تلاحظون الباري عز وجل هم يضرب المثل لسائر الناس في هاي السورة بالخصوص يقول والقمر إذا تلاها ثم يتسلسل في ذكر الآيات الأخرى يقول قد أفلح من زكا سمو النفس هو اللي يجيب هذا التطابق التطابق بين الإمام وبين النبي بين الإمام وبين الإمام الآخر إذا المؤمن هم يريد يكون مزكي لنفسه طاهرا نقيا لابد هو أيضا يطابق نفسه مع نفسه مع أنفسه لذلك هنا نعجت هاي الآية قد أفلح من زكا في هذه التلاوة تلاوة القمر للشمس أكو إشارات سريعة أقولها وأنهي الكلام الإشارة الأولى للمسلمين عامة أن الإمام فوق الخلافة الإمام فوق الخلافة هذه للمسلمين عامة ليش لأن الإمامة تطابق الكمالات تطابق الكمالات مع النبي والفضائل كمالات النبي وفضائل النبي وخصائص النبي مجتمعة في الإمام خصائص النبوة مجتمعة في الإمامة الخلافة هم هكذا إذا طابقت خصائص الإمامة كانت مشروعة حق وإذا خالفت كانت باطلة من أي أحد كانت وفي أي أحد تلبس إذا التفت إلى هذه الحقيقة المسلمون اهتدوا إلى الصلاة في موقفهم وعلموا أن الذي يمثل القمر ويكون مكان الشمس هو أمير المؤمنين يعني هو الوحيد الذي طابقه في كل شيء الصحابة ما طابقوا رسول الله في كل شيء حتى الأتقياء الصالحين منهم ما طابقوا رسول الله في كل شيء إلا أمير الله فإذا كانت الإمامة هي التطابق مع النبوة والقمر الذي يتلو الشمس إذن من هو الخليفة بعد رسول الله من الذي يقوم مقام الشمس هو القمر الذي هو الإمام مو كل من أخذ الخلافة وحكام آخر الخلفاء وآخر الأقمار هم المهدي صلوات الله عليه شنه ونهجه حينما يظهر يعمل بسيرة جده رسول الله إذن أيضا الإمامة في أولها وفي آخرها هي التطابق التام مع النبي صلى الله عليه وآله الإشارة الثانية للمؤمنين هذه الإشارة الطالبين للقاء إمامهم في زمن الرئيب هذه إشارة لمن يطلب هذا الشرف العظيم هذا الشرف ما يحص لكل واحد إلا من تطابق مع إمامه في سيرته وفي عمله تطابق 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 ماكو زيادة ونقيصة كما أن التطابق في زمان الحضور أدرج جماعة جماعة من الأصحاب في آل محمد عليه السلام مثل سلمان مثل أبي ذار ذول في زمن الحضور طابقوا سيرة الإمام عليه السلام فاندرجوا فيهم سلمان منا أهل الميت في زمن الحضور هكذا في زمن الغيبة أم هكذا تطابق المؤمن في سيرته مع سيرة إمامه هذا التطابق يعطي باب لشرف الحضور مع الإمام واللقاء هذا يريد شغل كثير الإشارة الثالثة للباحثين والمحققين والمحللين للروايات التاريخية الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام تلفتهم إلى أن العلاقة بين الشمس والقمر هي العلاقة الحاكمة بين المعصومين عليهم السلام ضمن هذه النظرة ضمن هذه الرؤية إذا نظروا إلى الأحداث والوقاية صار عندهم مصفات جيدة للوصول إلى المعاني الدقيقة فإذا لاحظ المحلل أن أمير المؤمنين سكته ولم يقاتل حينما هجموا على الدار لازم يعرف هناك توصية من شمس قالت له اصبر وهو يقتدي ويطابق مطابقة أمه لا يخالف وإذا لاحظ سكوت الحسين صلوات الله عليه في زمان خلافة الإمام الحسين لازم يعرف أن هذا هو المنهج الإلهي القمر يتبع الشمس ويقتدي بها وإلى آخره من موارد في سيرة الأئمة بشكل عام ومن يقتدي بالأئمة هذه النظرة ينبغي أن تكون حاكمة التبعية والاقتداء التام الإشارة الأخيرة لعموم أهل الإيمان لدى اختيار القادة والزعماء والأولياء حينما يختارون القائد يجب أن يلاحظوا تطابق سيرة هذا القائد مع إمام زمانه شقد أكو تطابق إذا لاحظ التطابق تام استحق الاتباع إذا لاحظ عدم التطابق لا يستحق الاتباع فرق أكو في المعيار بين الناس الذي يقتدي بإمامه يستحق الاتباع أما الذي يتبع الدنيا ويميل إلى اليمين وإلى الشمال هذا غير جدير بالاتباع هذا معيار وإشارة لعموم أهل الإيمان هذا ما يتعلق باللطيفة الأولى أكو كلام في اللطيفة الثانية إن شاء الله نأتي إليه نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاع لهم والبراء من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر